سلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم وتاني دايت وتاني دايت من الفيوم البحيرة دي اسمها ايه البحيرة المسحورة؟ احنا في البحيرة المسحورة حنسحر بحنعمل سحر الدايت دايت السيام المتقطع كلنا طبعا سمعين عن السيام المتقطع وانا كنت اتكلمت عنه كتير جدا قبل كده ونزلت عنه دايتات قبل كده خلينا نتكلم عن فوائد السيام المتقطع وان احنا بننقطع عن الطعام فترة من اليوم بتصل الى 14 ساعة فقط للسيدات سيدات وأبأكد على فقط أرجوكم أرجوكم لأنه في كثير من الشكاوى أنه سيدات اللي بيصوموا فترات طويلة بيحصل لهم هرمونال ديستوربنس أو خلل في هرمونات الأنوسة وبيحصل مشكلة عندهم في الدورة الشهرية والرجال ممكن يصوموا لحد 16 ساعة لأن يا دوبك يا جماعة 8 ساعات اللي فضلين نقدر فيهم ناكل على الأقل لأربع وجبات النظام اللي احنا عاملينه بقى ده نظام رائع جدا لأنه هو خليد ما بين النظام المتوازن والسيام المتقطع يوم حناكل خمس وجبات الأكل اللي فيهم متوازن جدا الخمس وجبات دول حيتقسموا على 12 ساعة ما بين الوجبة والوجبة 3 ساعات عشان سكر الدم ما ينزلش قوي واحد جعان وبعدين أكل فجأة فبيحصل حاجة اسمها الجلوكوز سبايك أو ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجئ ومعاه الإنسولين هربون بيعلى بكثرة يعني وده ممكن يأثر عندنا على الحرق وممكن يعمل كرش وال3 ساعات دول هم أفضل متوسط الوقت اللي بيجوع قبل 3 ساعات ممكن يأكل من ساعتين إلى 3 ساعات ما بين الوجبة والوجبة حناكل 5 وجبات وما بين الوجبة والوجبة 3 ساعات فقط يبقى أنا حوزع وجباتي على 12 ساعة اليوم اللي بعده بقى حيبقى سيام متقطع حسوماً لـ 14 ساعة وايكل 4 وجبات فقط يبقى منها أقللنا الصهرات ومنها استفدنا فوائد السيام المتقطع وهو إن إنسولين هرمون أثناء فترة السيام بيقلي جدا الجروف هرمون أو هرمون النمو بيبقى في أحسن درجاته بيبقى عالي جداً يمكن أعلى 5 مرات وده بيحافظ على الكطة العضلية حاجة تانية إن إحنا بيحصل عندنا حاجة اسمها أطافجي أو إنه الخلايا الميتة اللي ممكن تكون بتسبب مشاكل للجسم بنتخلص منها أثناء السيام يوم ويوم لمدة 10 تيام مع كل وجبة اشربوا كباتين ماء عشان يبقوا 10 كبات ولازم كل يوم على الأقل لخمس تيام في الأسبوع نمشي نص ساعة ماشيت عسكري يفضل تبقى مع الوقات هوم ولتقابل بعد العشر تيام مع ضاية جديد ويلا نخس في 2022 هنخس يعني هنخس يعملوا ضاية السيام المتقطع واللي عايز أي سؤال يسألني في التعليقات وإن شاء الله حرد عليكم في فيديوهات وحرد في التعليقات أشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر